اجتماعاً بمشاركة القطاعة الحكومية الأعضاء خصصاً للوقوف على حصيلة عمل القطاعة المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة وعلى تقدم تنفيذ الإجراءات المعتمدة استعداداً لشهر رمضان الكريم خصوصاً ما يتعلق بتوفير المواد والمنتجات الأكثر استهلاكاً خلال هذا الشهر الفضيل وأكدت اللجنة التي تشتغل تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ لها أن الأسواق مزودة بالشكل عادي بكل المواد والمنتجات والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة بما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتجات لمدة تفوق الأربعة أشهر المقبلة أما على مستوى مراقبة الأسعار والمعاملات التجارية وجودة المواد الغذائية فقد همت تدخلات اللجنة الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح والثاني والعشرين من أبريل الجاري مراقبة ما يقارب ثلاثين ألف محل للبيع بالجملة والتقصيد ومستودعات التخزين والتي أفضت إلى تسجيل أكثر من أربعمائة مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية هذا وأهبت اللجنة الوزارتية في نفس البلاغ أنها ستواصل عملها لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار موسيقى